اشتركوا في القناة واصلا واحدة صاحباتنا بتقول ده أنا عندي معرفش مين عندها تأخر إنجاب ودي مين عندها تأخر إنجاب دي رحت للدكتور بعد ما نجوزت بست شهور حقيقة حالات كتير جدا احنا بنسمع عنها ولكن في بعض المفاهيم الخاطئة يا نور احنا لازم طبعا نصححها النهاردة لكل السادة المشاهدين مظبوط علشان الكلام اللي مروا قالته وعلشان احنا جلت لنا أسئلة كتيرة جدا جدا على صفحتنا صفحة التوبيب على الفيسبوك وكمان بالتعاون مع صفحة دار التوب النهاردة هنتكلم عن أو جمعنا الأسئلة الخاصة بتأخر الإنجاب وان شاء الله هنرد عليها كلها أو هنحاول نرد على معظمها مع ضفنا القيمة العلمية الكبيرة اللي بينوارنا النهاردة أستاذ دكتور أحمد عوضالله استشاري لحقن المجهري وأطفال الأنابيب ومستشفى دار التوب وعضو الجامعية البريطانية بلندن والمدير الطبي لدار التوب حضرتك منوارنا يا دكتور أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور أحمد ممكن الحلقة دي بتكون مميزة جدا لأنها ما بنتكلمش في موضوع محدد ولكن بتبقى ملمة بأكتر من موضوع احنا معنا بعد الأسئلة هنعرضها لحضرتك ونجاوب لها لكل أستاذ المشاهدين أول سؤال معايا في سيدة بتسأل بتقول لنا عملت عملية حقن مجهري من 3 شهور وعملت تحليل حملة بعد الحقن بأسبوعين وطلع طبعا عندها في حملة وبعدها بأسبوع حصل نزيف وطبعا الحملة ما اكتملش وبعدها بأسبوعين تانيين اكتشفت أن الحملة ده كان خارج الرحم في الأنبوبة اليمين وانفجرت واستقصلت الأنبوبة بتاريخ 2 إبريل بتقول لحضرتك هي ممكن تعمل عملية حقن تاني بعد دقيقة عشان طبعا تتأكد أن الحملة ده ممكن يمشي ويبقى سليم طبعا هو السؤال ده يعني هي حالة ها طبعا هو جميل لأنه هو إزاي أنا أزرع أجلنا داخل الرحم وتدخل جوه الأنبوبة مفترض أنه لو فيه ميت واحدة فيه خمسمية هيزرعوا أجلنا هيبقى فيهم واحدة أو اتنين الأجلنا دي هتجري وتدخل جوه قناة فلوت لأننا لما بزرع الجنين أنا بزرعه جوه تجويف الرحم وعلى فكرة أنا بزرعوهش نحن نودع الجنين داخل تجويف الرحم يعني الأساس أنها جوه الرحم طبعا طبعا إزاي يا دكتور حصلها في كل جنوبة إيه الحاجة اللي خدت هذا الجنين ونزلت للأنبوبة وطلعت بيه دخلته جوه الأنبوبة ممكن يكون صدفة يعني كان مضعفة مضعفة من الإجراء ممكن يبقى نمر واحد صدفة ممكن يبقى نمر اتنين أنه هذه المرأة عندها قبل كده في الملف بتاعها أنها حملة خارج الرحم مستقصروا أمبوبة أو أنها كان عندها مشكلة في قناة فلوب أبل كده أو أنها عندها تأخر حمل وهناك علامة استفهام على قناة فلوب وبناء عليه السيدة دي ممكن تبقى قناة فلوب هي مكان فيه نوع من أنواع زي ما يقولون النهم من الأجنة إلى الوصول إليه يعني إيه هو إحنا دلوقتي لو إحنا بنشرب كبات شاي ونقطة والشاي ده مليان سكر ونقطة شاي وقعت على التربيزة وفيه نملة في الستوديو ده هيجري كله عليها فيه وقت لما حتى لو إحنا مشينا وما تنظفتش التربيزة نملة بعد شوائر هياخد بعضه كده ويجري فيه صفوف عشان يوصل للحتة اللي هو حاسس إن فيها زك إن فيها إيه الغذى بتاعه نفس الكلام بالنسبة ليه الست اللي حملت قبل كده داخل قناة فلوب أو السيدة اللي زرعت أجنة داخل تجويف الرحم والأجنة دي يعني راحت لقناة فلوب وعند النقطة دي ممكن يختلف الفجر وعادي يقول لك والله الزرع كان غلط الزرع الأسطرة بتاعت الزرع لما خدت الأجنة ودخلت بيها جوة تجويف الرحم الشفة الفوينية بتاعت الأسطرة خدت الأجنة دي وحقنتهم جوة قناة فلوب وممكن يكون زي ما قال حالك أنه فيه حاجة معانة بتخلي هذا المكان هو الأكثر قبول للجنين اللي بيروح حتى جوة تجويف الرحم دي احتمالات يا دكتور وعشان كده المجموعة دي في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان بينصحوا بأنهم يربطوا الأنابيب بعد الحقم المجهي قبل الحقم المجهي أو وهي بتزرع الأجنة مرة أخرى الأسطرة اللي فيها الأجنة يتحط فيها مادة اللي بيبقى فيها الغزة بتاع الجنين أقل منها الطبيعي والأسطرة دي بدل ما تقف عنده نقطة معانة الكل اللي احنا بنزرع له فيها ننزل سنة بالأجنة دي بحيث أنها تجد صعوبة أكثر في الوصول إلى قناة فلوب لأنها هي الأجنة ما هاش نمل النمل ييجي من آخر الدنيا لنقطة إنما الأجنة لو نزلتها أو زرعتها عند نقطة تحت السنة عن الطبيعي يمكن تبقى الفرص بتاعت أن الجنين ده وأن يروح للقناة فلوب تبقى أصعب شيء طب هو السؤال يا دكتور هي بدؤولها هارتك تعمل حقم مجاري أو تعيد أي وقت بعد أي وقت أوكي طيب السؤال الثاني يا دكتور أحد بقيت بيقول الأنابيب وعملت حقن مجهري مرتين وما نجحتش وفي العمليتين اتلقحت ببوايدة واحدة فقط يعني الدكتور رجع جنين واحد وهي عمرها 42 سنة بس في العمليتين الدكتور ما عملش شق لجتار الجنين وإحنا نوين نعيد العملية فهل في أمل لنجاح العملية ولا لا 42 سنة 42 سنة وعملت العملية مرتين ممكن تبقى أقل من زملتها اللي هي سنة 35 سنة بس 42 سنة في سيدة عندها انسدات في القناة فلو فرص الحملة عندها أعلى من 42 سنة وهي عندها تأخر حملة غير معلوم السبب يعني بطبيعة سيدة يا دكتور وبطبيعة بويضة وسبب تأخر إنجل و42 سنة وبتزرع جنين واحد يعني كفاءة المبيض منخفضة نسبيا عن الطبيعي فالمبيض دون ما يتقرس عليه إلا لما يبقى متحضر وطالما عدد البيض اللي حيطلع قليل يبقى حنلعب على جودة البيض أكتر من عدد البيض ففي علاجات حترفع من جودة البيض أكتر من عدد البيض خلاص ولأن المشكلة في قناة فلوب أنا أصقصتلك ولأن المشكلة في قناة فلوب ولأن أنا عملت مرتين قبل كده وزرعتها جنة وما حملتش إن كانت الحيوانات المنوية جيدة فيفضل عمل طفل الانبيب وليس حق الميكاني وطفل الانبيب وأن أنا أفرز البويضة ولا البويضتين ولا التلاتة اللي حيخرجوا من جسم هذه المرأة وأحط البويضات والحيوانات المنوية سويا كما يحدث في العلاقة الطبيعية في الجماع ولقاء البيضة بالحيوان المنوية جوال أنبوبة لأنه في بعض الأحيان السن وتكرار الفشل والعدد القليل من الأجنة أو عدد القليل من البويضات بيديكي مؤشر بأن البويضات دي لا يفضل أن يكون التعامل معها هو أن أنا مسكها ورش أجوها حيوان منوي يعني هي زي ما بيقولوا هي فرجايل أو فيه نوع من أنواع الرئة فيها فما ينفعش أن أنا مسكها وحي نجوها حيوان منوي تماما ده كان ردا على السؤال اللي فات فيه سيدة تسأل بتقول طبعا ده الموضوع ده شايع جدا هل ممكن يحصل حمل بوجه وتكيسات على المبيض ولا لأ كان الموضوع ده شايع عند بنات كتير أو سيدات كتير جدا في حديث ما قلنا كان هذا في حلقة من حلقات قريبا أنه 80% من السيدات اللي عندهم تكيسات على المبيض بيحملوا طبيعيا تماما وأن 20% دول بيحتاجوا منشط وأن 80% من اللي بياخدوا منشط حينتهي الحال بيهم إلى حدوث حملة بيئة البسيط أو القليل من جرعات المنشط وأن 20% من اللي اتبقوا يعني 500 عينا فيهم 400 حملوا لوحدهم تماما عندهم تكيسات بدورة منتظمة أو مقربة بالانتظام بتبويض منتظم أو متقطع حملوا لوحدهم ما راحوش ده كترة أو راحوا لده كترة وما حملوش وقعدوا في البيت وحملوا اتبقى 100 المية دول فيهم 80 حياخدوا منشط 80 دول حياخدوا منشط أي إن كانت الجرعة وحيحصل حمل وعشرين حيحتاجوا جرعة مرتفعة من المنشط العشرين دول بقى هم اللي منهم بيروحوا لمراكز تأخر إنجام هم اللي منهم بيعمل منزار هم اللي لتسخيب المبيل هم هم اللي منهم بيتقالهم خسوا هم اللي منهم بيعملوا الثلاث حاجات مع بعض اللي هم فيهم أعلى نسبة لفرص حدوث حمل تبقى عند هؤلاء السيدات اللي هم مين اللي هم بيعملوا الحقن المجهري إنه الحقن المجهري على تكاوزات المبيل نسب الحملة منه مرتفعة جدا وتكلفة الإجراء أقل من إن أنا أفضل أنشط المبيل دوريا بعد المنزار طيب جميل جدا يا دكتور السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا دكتور أنا عملت المنزار من سبعة شهور ومحصلش حمل ممكن أعرف ممكن يحصل حمل طبيعي ولا لأ بصي حديدك أنا ده طبعا أنا حجابه على السؤال بس ده حياخدني لي مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي حديدك بتسمعي سؤال السؤال ده مش معنى انه القرآن الاجابة بتاعته ومش معنى انه القرآن المعلومة اللي تقلت فيه صح عشان الهيستري مش قدام حضرتك بالضبط فلو احنا النهاردة افترضنا مثلا يعني احنا عندنا المواقع بتاعنا ده بيعدي عليه مئات الالاف من البشر بيسأل سؤال مش معنى انه سأل السؤال انه أنا أجاوب بناء على المعطيات اللي موجودة ولكن بالعكس احنا عندنا الفريق اللي بيشتغل في الموضوع دون بيبحث اكثر وبيسأل السئلة اكثر وبيروح وييجي في الحديث مع الناس عشان نتيجة عشان يوصل لكامل التاريخ المرضي بس رؤية عينيك بعد كده لي مثلا المواقعات صوتية او لي حاجات معاناة في الملف ممكن توجهك ناحية علاج تاني خالص اه وانا حدي لحضرتك مثلا على دي مين قال انها هتحتاج منزار اعرف ايه مش قد مين قال انها هتستفيد من المنزار لو عملت المنزار مين قال ان دي اول مرة تعمل فيها منزار مين قال انها تبع التبويض بعد المنزار مين قال انها لو عملت المنزار دولا في المقام الاول كان سوف يكون له تأثير ايجابي في الشهور اللي بعد عمل المنزار ممكن تبقى الستي دي عملت منذار مثلا يعني عشان تأخر حمل غير معلوم السبب وكانت بتجوزة بعد عشر سنين والعنبيب سليمة والتبويض ممتاز وزيل فن وعملت المنذار وقالوا لنا عندك دقب طنع مهاجر كوها ما كوهاش زي ما يكون وملاقوش ولا التساقات ولا كاس على المبيض ولا حاجة خالصة ودي المرأة في العشر سنين اللي فاتوا عمرها محملة الستي دي ما استفدتش من المنذار وما كانتش هتستفيد من المنذار ولو حملت في الشهور اللي بعد المنذار فالحمل صدفة فالحمل صدفة ليس له علاقة بالمنذار يبقى حضرتك لما تمسيكي نمسك جزيات معنا ولكن هو مفترض انه بتتعظم فرص حدوث حمل في الست شهور لسنة بعد المنذار وان كان الفرص بتاعت الحمل بعد الست شهور او السنة توقفت يعني ما حملتش فهي وصلت لنقطة الصفر ونقطة الصفر هو ايه؟ انه مفيش حمله وانه هي مش قادرة تخلف انه هي عندها تأخر حمله لسبب او بدون سبب والاجراء بتاع المنذار لم ينتهي به حدوث حمل طبيعي جميل جدا حتى توجه الى وسيلة من الوسائل المساعدة لينجا هي في حالتها دلوقتي سبع شهور بس اللي قعدت تستنتهم تقدر تستنى تستنى بقى لحد سنة بعد المنذار قعدت تستنت سبع شهور بعد المنذار تجاوزة بقى لدين لا هي مش قادرة تجاوزة بقى لدين وليه السيدة دي كانت متزوجة قبل كده عشرين سنة وما حملتش هالا مر استفادت ضعنا المنذار جميل جدا ده كان ردا على السؤال اللي فات فيه سيدة بتسأل بتقولي يا دكتور لو سمحت انا عندي التساقات هل ممكن تتعالج بالمنذار ولا لأ حلو نفس الكلام بتاع السؤال اللي قابليه ولكن ده دخلنا فيه انا دلوقتي ايه بزلط انا دلوقتي بعمل اجراء طبي الاجراء طبي ده ايه؟ فك التساقات طيب الاشعب السابقة انا دلوقتي عشان اعمل فك التساقات لازم يكون عندي فحص معين او ملف بيقول ان فيه احتمال ان يبقى فيه التساقات في الحقود عملت اشعب السابقة قالتلي ان فيه مشكلة او فيه علامة استفهام او فيه اي حاجة بتوحي بانه فيه التساقات حوالين الانبوبة حالا انا عملت من الزرق قبل كده ولا لا عمش حالا انا عملت اشعب لكده ولا لا اشعب السابقة امريكية ولا لا ما يمكن تكون عملت اشعب السابقة مرتين مرة قالولها فين سدات في القنابيب خلاص؟ وبعد نروح وعملونها منظر ففك التساقات او ما عملونهاش منظر قالولها لازم نعيد الاشعب السابقة مرة تانية رحنا عيدنا الاشعب السابقة مرة تانية لقينا الانبوب متعدي سابقة ولكن قالولها فيه التساقات بقى عندي اتنين اشعب السابقة واحدة منهم الانبوب كانت مسدودة او منفوخة او ملتهب او اي حاجة والاشعب التانية بتقول ان فيه التساقات هامسك في دي واسيب دي اكيد لا متجوزة بالي يدي او كنت تبقى متجوزة بالي عشرين سنة وعملت عمليات ياما قبل كده فما ينفعش انها نمسك بس اه انما لو حضرتك مسكتها كده مجردة من اي اسئلة حواليها يجوز عمل منظر لفك الالتساقات وان كانت الالتساقات شديدة فلا فائدة من فك الالتساقات لانه ليس تدريب جراحي جميل جدا وان تم فك الالتساقات من حوالين الانبوبة بتاخد السيدة فرصة معينة بعد المنظر دول من ست شهور لسنة حدث حملة مبروك ما حدث حملة يبقى الاجراء ما فشلش الاجراء ما ساعدش في حدوث حمل سواء ما فشلش جميل جدا طيب دكتور السؤال اللي معي دلوقتي بيقول انا متجوزة من سنة وخمس شهور ما حصلش حمل وعملت تحليل هرمون اللبن كان ستة وعشرين واخدت دواء بقى تسعة في المية وما حصلش حمل مع العلم ان جوزي عمل تحليل وكله تمام اعمل ايه بعد كده عشان مش عارفة اعمل ايه تاني اشعب الصبغة ومتابعة طبويت اشعب الصبغة ومتابعة طبويت طيب طيب فيه سيدة بتسأل بتقول دكتور انا عندي الترابات في الهرمونات بقى ليه سنتين وما حصلش اي حمل وعملت اشعب الصبغة ايه العلاج اللي ممكن ينفع معايا وهي يعني طيب يا دولتي عمل اتشعب الصبغة احنا ما نعرفش النتيجة ولكن هنفترض ان النتيجة سليمة وتحليل جوزها ما كلمتناش عنه هنفترض ان التحليل كويس خلاص وهي متجوزة بقى لقى دي اشكال ده تمام وحنا ما نعرفش هم متجوزة بقى لقى دي وما هي سؤالها ايه بتقولها يا تاق يعني ايه العلاج اللي ينفع معايا لان تقريبا هي لما عملت الاشعب الصبغة ما حصلش حمل بعديها وبتقول كمان انا عندي مشاكل في الهرمونز بتاعها هرمون اللبن عشرين وتلاتين واربعين وخمسة واربعين والكلام ده ملوش ما بياخرش حمل وعلى حسب عدد سنين الزواج يقيم ملفها دي المرأة احنا محتاجين شوية تأسيلة زيادة شوية معطيات في الاشعب شوية معطيات زيادة تمام اما السؤال الجاي دكتور بيقول انا عندي الانبوبة الشمال مقفولة يا دكتور وعايز اعرف علاجها ممكن يكون ايه متجاوزة بها ديل؟ ما لا ما فيش هو بس اللي ان هي عندها الانبوبة الشمال مقفولة لو بيقول ان انا روح اعملت فحص وهدولي الانبوبة الشمال مقفولة انا احمد عوضلة لو متجاوزة بها شهر يزال اما تكون متجاوزة بها عشر سنين والعلاج هو أن يلتقي البيضات والحيانات المنوية بعيدا عن قنوات فالوب الاتنان لأن هناك احتمال أن تكون قنوات فالوب هي مصدر لي تأخر الإنجاب جتريتك أنا متجوزة باري 6 شهور سنة سنة ونص وسني 25 سنة حرام أن كنت تخديها ناحية الوسائل المساعدة للإنجاب فهتقولين هي نعيد الإشاعة بالسبغة مرة أخرى وممكن تكون تحت مخدر عام نعيد الإشاعة بالسبغة مرة أخرى ونغير المركز اللي اتعمل فيه حتى لو المركز الأولاني كان محترف وبيعمل به كفاءة شديدة مجي بتقولك أنا متجوزة باري 15 سنة 10 سنين 5 سنين يبقى مدة آخر إنجاب كبيرة يبقى حتى لو فيه أنبوبة مسدودة طبما الأنبوبة التانية كان المفروض يحصل اللقاء بين أبو عيدة وحيوان منوي فيحصل حمل لا ما حصلش حمل تفاقنا فهي تاني برضو هنفترض إنه عنده انسداد في قناة ممنوع إعطاء منشطات لتحفيز المبيض إنه ده ممكن يعلم النسب الحمل خارج الراحم في الأنبوبة التانية ممنوع عمل منذار إلا في حالة إنه تبقى هذه المرأة متزوجة بقالها مدة قليلة ده نبرة واحد وإنه يبقى فيه أمل أو رجاء من الفحص بتاع الشعب السابغة إن أنا ممكن أساعد هذه المرأة بإجراءات جراحية لتسليك الأنبوبة رغم إن أنا مش مقتنع بي الفكر ده ولكن لذال موجود في الطب جدا يا دكتور احنا بنشكر حضرتك النهاردة يارب تكونوا استفدتوا النهاردة كلمنا عن بعض الأسئلة اللي حضرتكم بعتوا على صفحتنا صفح الطبيب وكمان دار الطب كمان كانت أسئلة مختلفة ومتنوعة في الكثير من الموضوعات يارب تكونوا استفدتوا النهاردة كلمنا في كل جابات الأسئلة دفنا اللي كان منوارنا الأستاذ الدكتور أحمد عوضلة استشاري الحاكم المجهري وأطفال أنابيب ومستشفى دار الطب وأيضا عضو الجماعة البريطانية بلندن شكرا لك يا دكتور على وجودك معينا إنهار مشكر حضرتك جدا يا دكتور ميرسي مشاهدينا انتظرونا وفقرة مفيدة ومميزة دايما من برنامجكم والطبيب